أرجو أن تخبرنا عن التكبيرات يوم العيد ولماذا نكثر من التكبيرات في صلاة العيد نعم عندما بيّن الله سبحانه وتعالى فضل شهر رمضان في القرآن الكريم قال شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن وفي نهاية هذه الآية قال الله تعالى وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وهنا نبّح الله سبحانه وتعالى ألا أنه هو تعالى قد منّى علينا منّة عظيمة إذ أنزل علينا نعمة الصيام وهو وفقنا لصيام هذا الشهر وقيامه وتقبل التضهيات والطعات فمنّى علينا بفرحة العيد فعلينا أن نكبر الله سبحانه وتعالى شكرا ألا أنه هدانا لهذا وعنم علينا بهذه النعم العظيمة لأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا عيادكم بالتكبير إن التكبير رفع التكبير يوم أيام الأيد هي زينة بالنسبة لأيام الأيد زينوا عيادكم بالتكبير ماذا كان دعب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى ياتي المصلة والتكبير هناك إدة سيغ ومنها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الهمد إضافة إلى ذلك هناك تكبيرات في صلاة الأيد أيضا سبع تكبيرات زائدة في الركعة الأولى وخمسة في الركعة الثانية ما هي الحكم وراء كل هذه التكبيرات هناك حكم كثيرة في كثرة التكبيرات يوم العيد منها ما ذكرت أنه يعني شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه المنة وعلى توفيق الله سبحانه وتعالى للاستفادة بهذه الأيام المباركة وبضل الجهد والقيام بالعبادات لوجه الله سبحانه وتعالى ومن هذه الحكم أن الإنسان في أيام الفرح أموما ينشغل في أعمال اللغوة واللهوة واللعب ولكن الإسلام أمر بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى أيام العيد ولأجل ذلك هناك تكبيرات أكثر من الأيام العادية وذلك لتنبيه الإنسان أن لا ينسى الله سبحانه وتعالى والواجبات الدينية في فراحه فإن عيد الإسلام الحقيقي هو أننا كنا نصلي خمس سلوات يوميا ولكن يوم العيد نحن فرحون فنصلي سلاة إضافية وهي سلاة العيد فبالتكبير يشكر المؤمن الله سبحانه وتعالى على توفيقه له بالعبادات والطاعات كما أنه يعظم أيضا بالتكبير على أنه يجتهد أكثر في سبيل التقرب لله وكسب الحسنات وتقديم التضهيات ويذكر الله سبحانه وتعالى أكثر في أيام أفراهه ترجمة نانسي قنقر